بسم الله الرحمن الرحيم البابل سورت هي الالجوريزم بتساعدنا ان احنا نعمل سورتينج او ترتيب لمجموعة من العلاصر وفي الحقيقة انت في اغلب الاحيان مش هتستخدمها في حياتك العملية لان البابل سورت من اسوأ الالجوريزمات في الـ Time Complex زي بالضبط الدرس اللي فات اللي هو Selection Sort في الـ Time Complex بتاحها هو Big O of N Square تقول لي طيب يعني انت بتجيب لنا اسوأ الالجوريزمات وتعلمها لنا طيب ايه الهدف ان انت اصلا بتعلمنا بحاجات دي حنستفيد بالفكرة بتاعتها في الـ Quick Sort او في حاجة تانية محتاجينها بعد كده في حقيقية في الحياة العملية وفعلا الـ Time Complex بتاحها ممتاز اما النهاردة الهدف بتاعي من تعليم البابل سورت ان في ناس كتير في الجامعات بيكون مطلوب منها ان هي تدرس الـ Concept ده واحيانا البابل سورت بتكون بس مقدمة عن الـ Sorting الالجوريزم لانها بسيطة وسهلة جدا طبعا بما ان الالجوريزم دي مش مهمة اوي فانا حختصر الفيديو على قد مقدر طيب في البداية بس عايز اقول ان الانيميشن اللي حتشوفو دلوقتي ده انا واخده من فيديو اجنابي على يوتيوب بحيث ان احنا الموضوع يكون اسرع في الشرح طيب مبدئيا كده كلمة بابل يعني فقاعة والكلمة دي جاية من ان انت في الالجوريزم دي تحديدا الارقام الكبيرة في حالة ان احنا بنعمل سورت من الاسغر للاكبر او تصعوديا فالارقام الكبيرة بتروح لاخر الاريزة الفقاعة كده في الموية لما بتطلع لفوق يعني تخيلها كده يعني تخيل كل ما الفقاعة تكون اكبر او فيها رقم اكبر كل ما تطلع مسافة اعلى في المياه فالارقام الكبيرة في الحالة دي عشان بنرتيب تصاعديا والمثال اللي حنشوفه هو ترتيب تصاعدي يعني من اصغر للاكبر فالارقام الكبيرة المفروض انها بتفضل ماشى ماشى لنهاية الاريزة ايا كان من المسمى يعني مش مهم خلونا نشوف الطريقة بتمشي ازاي على طوله في السريع فمبدئيا كده حبدأ قارن اول 2 elements في الاريزة البعض اللي هو في البوزيشن 0 وفي البوزيشن 1 يعني اللي اتنين والتمانية هل اللي اتنين اصغر من التمانية ولا اكبر من التمانية هل الترتيب دلوقتي ما بين اللي اتنين والتمانية صح الوردر صح في الحقيقة هو صح لان الاتنين هي اصغر من التمانية فطبيعا هتكون في الاول او على شمال التمانية فبالتالي انا مش هعمل اي حاجة هنا لان الوضع تمام والوضع مرتب اصلا حنقل لل2 elements اللي بعدهم التمانية والخمسة هل الترتيب ده صح يعني التمانية والخمسة هل الترتيب ده صح لا التمانية اكبر من الخمسة فبالتالي لازم نعمل لهم السواب زي ما انت شايف كده بدلنا التمانية مع الخمسة فبالتالي الترتيب بتاعهم بقى صح طيب هنفتأ العنصرين اللي بعدهم هل التمانية كبر من التلاتة أو هل الترتيب صح لا مش صح فهنحتاج نبدلهم هتلاحظ ان احنا بنعمل بابل للتمانية التمانية دي عاملة زي الفقاعة اللي قاعدة تطلع تفضل تمشي 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 لحد ما توصل للمكان المناسب بتاحها طيب احنا دلوقتي بنقارن العنصرين اللي بعدهم تمانية وتسعة هل في حاجة على نعملها لا هم اصلا صح ندخل على العنصرين اللي بعدهم تسعة واربعة هل الوضع ده صح لا احنا محتاجين نعكسهم عشان الوضع يبقى صح او تمام طيب هل بعد كده التسعة والواحد هل التسعة والواحد تمام لا محتاجين نعكسهم طيب احنا في اول خطوة دي يعني الخطوة الاولى كاملة كاملة اقدرنا ان احنا نودي اكبر عنصر في الاري للنهاية تمام يعني وصلنا ان احنا اكبر المنت عندنا في الاري راح للنهاية بشكل تمام وبشكل صحيح فاحنا متأكدين ان اخر عنصر في الاري اللي هو يعني اخر الام في اول لفة او اول اتريشن متأكدين ان اخر عنصر في الاري حيكون مترتب بشكل صحيح وبشكل سليم وان هو اكبر عنصر دلوقتي في الاري طيب انا محتاج اكرر نفس الخطوات دي تاني من البداية لحد العنصر اللي قبل الاخير عشان اضمن ان تالي elements اللي في الحالة دي حيكون التمانية يعني يروح للمكان الصح بتاعه فخلونا نشوف الخطوات حتمشي ازاي في السريع برضو حكمل وحمشي بنفس الموضوع من البداية حقارن الاتنين والخمسة تمام الخمسة والتلاتة لا حبدلهم الخمسة والتمانية لا تمام التمانية والاربعة حبدلهم التمانية والواحد حبدلهم برضو فبالتالي بقى عندي عنصرين مرتبين حاليا في الاري لفتين كاملتين على الاري اول لفة n times وتاني لفة اعتبرها n times هي n minus 1 بس اعتبرها n times فكده في عنصرين مرتبين عشان نرتب العنصر التالت او تالت اكبر عنصر نودي لنهاية محتاج اكرر نفس الموضوع ده تاني الاتنين والتلاتة حقارنهم ببعض برضو مرة تانية تمام والتلاتة والخمسة تمام الخمسة والاربعة حبدلهم لان الخمسة اكبر من الاربعة والخمسة اكبر من الواحد فأحبدلها كده بقى عندي تلات عنصر مرتبين وارجعي لنفس الخطوات التاني الاربعة والواحد حبدلهم زي ما انت شايف في الانيميشن يعني بفضل اطلع العنصر الكبير اللي قدام لحد ما الاري كلها تترتب زي ما انت شايف لا كده كل الاري بقت سورتد هتخد الموضوع سهل و بسيط خلونا نشوف السودو كود بتاع الالجوريزم ده والسودو كود معناها انه هو مش كود مكتوب بسي بلاس بلاس او لغة معينة لا هو كود جينرال انت اي لغة برمجة بتستخدمها هتطبق عليه المبدأ يعني او الكود ده فزي ما انت شايف في السودو كود انا عندي 2 فورلوب اول فورلوب بتلف من اول عنصر للان طيب وتاني فورلوب اللي هي الجي بتلف من الزيرو للعنصر اللي قبل الاخير ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان انا بقارن الجي او العنصر الحالي اللي هو في اول مرة حيكون زيرو مع الجي بلاس 1 العنصر اللي بعده يعني زيرو واحد واحد واثنين طيب الاثنين مع التلاتة التلاتة مع الاربعة فانا بقارن كل عنصر اللي هو الجي المكان الحالي مع العنصر اللي بعده وده السبب اللي خلانا نقول 2n-1 لان احنا لو خلناها 2n فالجي هتوصل ان اخر عنصر هتبقى اخر المنت في الاري فحنقول بلاس 1 اعمل لك ايرو لان انت هتطلع عن الباوندري او الانديكس بتاع الاري فباختصار شديد لو العنصر الحالي اللي نواقف عليه اكبر من العنصر اللي بعده اعمل لهم سواب بدلهم مع بعض بس كده لو مش فاهم الاسواب هتلاقي في فيديو انا بشرحه الاسواب دي شغالة ازاي بتعمل ايه وطبعا في اول لفة بدأنا من واحد ليه لان كده كده اخر عنصر هيكون مترتب يعني انا متأكد ان انا لو لفيت مثلا عدد الخطوات نقص واحد او مش من البداية للنهاية يعني فانا هتكون متأكد ان اصغر عنصر هيكون في اول الاري وفي الحقيقة احنا ممكن نعمل optimize لتاني فورلوب يعني احنا ممكن نقول from zero to n minus i minus ال one ليه minus i لان احنا اتفقنا ان احنا مش محتاجين نوصل لاخر الاري كل مرة يعني احنا مثلا يعني انت زي ما انت شايف في الصورة دلوقتي احنا رتبنا مثلا ثلاث عناصر فهل لما اعمل لفة هل مضطر اروح من اول الاري لاخرها لا انا عايز اروح من الاثنين لعند الواحد خلاص انا عارف ان فيه ثلاث عناصر مرتبة والثلاث عناصر دول خده ثلاث لفات والثلاث لفات دول اللي هما مين اللي هما الاي فانا لو قلت فالكود حيفضل صحبا لكن بالصورة دي هو سهل ان هو يتفهم اسرع يعني وطبعا ما ننساش ان الكود كومبليكسي او التان كومبليكسي بتاع الالجوريزم دي هو ان سكوير فودي طبعا من اسوأ التان كومبليكسي وغالبا مش هتضطر ان انت تستخدم البابل سورت في اي حاجة في حياتك بتتوفيق وفي امان الله اشتركوا في القناة